السلام عليكم اي انا زنوب يون بغداد ارحبيكم قناتي زنوب ياتشانال وحبيت اليوم اسوي لكم ريفيو عن بي بي كريم من غارني بيور اكتف و بي بي كريم من توف فيس سكن ايديتر ما تفنش فتابقوا اياي الريفيو حتى تتعرفون على انواع البي بي كريم اليوم رح نحتي عن نوعين من البي بي كريم اللي هو من غارني بي بي كريم بيور اكتف وراح نحتي عن بي بي كريم من توفيس انا اجاني طلب ريفيو عن بي بي كريم من قارنيف احبيت انه انا اساوي لكم الريفيو عنه فاجبته هذا سعره 6 ونص او 7 تالاف به الحدود اخدته من مول زيونه هذا يعني يطع تقريبا من 5 دولارات هذا البي بي كريم اكو منه 3 انواع اللي يكون العلبة الطويلة هذه للبشرة الدهنية واكو علبة ثانية يكون لجميع انواع البشرة هذا الموجود عندي للبشرة المختلطة والعادية على ما اظن المختلطة والعادية نعم فهذا اختاريته راح اساوي لكم عنه الريبيو اليوم بس خلي بالبداية نحتي عن توفيس هذا طلعته فيديو هذا طلعته فيديو مشتريات راح اترك الريبيو بالآي كارد الفيديو بالآي كارد حتى تشوفونا وهذا طلعته باخر فيديو عن منتجات توفيس اللي وصلتني راح اترك الفيديو ايضا بالآي كارد حتى تشوفونا راح اراويكم اول مرة درجة اللي بي كريم هذا ماركة توفيز هي ماركة ألمانية تصنع منتجاتها بتركيا يعني هذا ميدئن تركيا لخض التكاليف بسوء بالأصل هي ماركة ألمانية أنا ما أعرف سعر هذا البي بي كريم لأنه هذا ما أخدته من محل أنا هذا وصلني من ضمن المنتجات اللي وصلتني من الشركة فما أعرف السعر مجرد أنه أنا أحصل الأسعار رح أنزل لكم كل الأسعار للمنتجات إن شاء الله خلي بالبداية أراويكم الدرجة مالته هو رقم اثنين الرقم اثنين بس ما مكتوب الدرجة خلي أراويكم الدرجة مالته وحتى أحكي لكم عن تجربتي وهي البي بي كريم هذا هذا هو الدرجة مالته إن شاء الله واضحة إن شاء الله واضحة الكاميرا هذا البي بي كريم هو اسمه Skin Editor Matte Finish أول ملاحظة عندي عنه إنه هو مو ما تفنش يعني هذا ما ينطي اللوك المطفي لا هو يكون لامع شوية هو كريمي ناسب البشرة الجافة والمختلطة والعادية إذا كانت بشرتش دهنية وحبيتي إنه أنت تجربينه ممكن تجربينه خلال فترة الشتاء لأنه البشرة الدهنية بفترة الشتاء طبعاً هم كاتبين عدة منافع للبي بي بي كريم بس أنا ما أذكرها اختصاراً للوقت راح أقول تجربتي وياه إنه أنا أول ما خليتها حسيت شوية شد خفيف على البشرة ينطي شد خفيف للبشرة فإذا هو مناسب للبشرة يعني من هالناحية يعني راح يكون منفع إضافية بيه هو التغطية مالتة خفيفة إلى متوسطة ممكن تصعد إلى متوسطة أو أعلى شوية من المتوسطة فمن هالناحية يجي هو بي بي كريم وبه تغطية هاي كل الزين الشي الثاني اللي بيه إنه هو يكون سهل بالدمج وشوية ينطي لك طبيعي على البشرة حلو يعني من هالناحية همين كلش حلو الشي الثاني اللي يعني اللي عجبني بيه إنه هو يخفي مظهر المسام وإذا أكو حفر نعم بالبشرة يخفي المظهر تماماً وما راح يبينها وما يدخل بالخطوط والتجاعيد إلا اللهم إذا كانت تجاعيد قوية ممكن يدخل بيها نعم لكن هو شي على شي هو ينطي يغطي مظهر المسام وما يدخل بالمسام وبالحفر النعمة إذا كانت موجودة حفر نعمة بالبشرة فهذا من هالناحية راح يغطيها وما راح يظهرها أبداً من ناحية الثبات الثبات كلش حلوالتة أنا اللي سويته شنو حتى أختبره خليتها بدون ما أثبتها يعني مجرد خليت جوا واق الشمس لأنه أنا واق الشمس عندي فتش أساسي فخليت واق الشمس وبعدين خليتها على بشرتي ما ثبتت باودر أو أي شي مجرد خليتها على الخدوط خليت البرونزر والكنتور والبلشر هاي الأمور خليتها لاحظت أنه أبقى على بشرتي فترة ثمان ساعات ثمان ساعات بقى على البشرة اختفى من منطقة التي زون بقى هو على البشرة بس هو اختفى يعني خلي نقول اختفى بس بشكل لطيف يعني على البشرة اللي بقى ثابت عندي هو اللي كان عليها البرونزر والبلشر على اعتبار أنه هذا باودر فثبت ليها شوية فأتصور أنه هذا مع التثبيت إذا ثبتنا بالباودر راح يبقى فترة طويلة لأنه هو بدون تثبيت بقى عندي فترة ثمان ساعات فهذا البيبي كريم كل الزيان من هالناحية هو ما يتأكسد ويغير لونه لأنه هو ما بايرون أوكسايد وأني طلعت فيديو عن الموضوع راح أترك الفيديو بالآيكارد حتى تتعرفون على الأنواع اللي تتأكسد وتغير لونها هذا ما يتأكسد ويغير لونه يتأكسد نعم شي بسيط لأنه هو بي اس بي اف 15 فيتأكسد في شي بسيط لكن ما يغير لونه هذا البيبي كريم إذا كنت يدورين بيبي كريم بتغطية كانت في شرق تش جافة أو عادية أو مختلطة والدورين بيبي كريم بتغطية ويبقى فترة طويلة على البشرة فهذا البيبي كريم جدا مناسب الشي الحلو الثاني بي أنه من يشف ما يطبع على يعني من يشف وتزمين البشرتش ما يطبع وما يطلع بالأيد فهذا من الناحية كله زيان هسه راح أحشوفكم هذا البيبي كريم يأتي به درجتين اللي هو تكون الميديم واللايت هذا البيبي كريم من غارنير يأتي به الميديم واللايت اختاريته هو طبعا الدرجة مالتها شوية اطوخ من لون بشرتي بس انا حبيت هاي الدرجة يعني عجبتني الدرجة هذي وحبيت انه اجربها انا عادة ما اخلي اغمق لون بشرتي افتحها بس هاي الدرجة عجبتني واني عندي فانديشنات فاتحة علي يعني فحبيت انه اخذ هذي الدرجة الغامقة شوية هو يجي على لون على حمرار مو وردي وانما شوية على حمرار يكون يعني البيج مالتها غامق شوية الاندرتون مالتها بارد مو على اصفر يجي فهذا الدرجة مالتها مكتوب علي المنافع مالت انه هو يوحد لون البشرة وانه هو يغطي العيوب البشرة انا لاحظت نعم هو تقطيع مالتها خفيفة الى متوسطة وانه هو نعم يوحد لون البشرة ويغطي عيوب البشرة اه اذا كانت البشرة يعني مصافية نعم هو يغطي العيوب اه لاحظت انه هو سهل بالدمج هميا نفس الكلامه رح عيده هنا نانا سهل بالدمج طبيعي على البشرة يغطي المسامات مظهر المسامات ويغطي الحفر الناعمة بالبشرة كلش حلو على البشرة هو منظره اهميا طبيعي على البشرة قلت حنيها حايد الكلام مرة ثانية الشي الثاني اللي لاحظت عليها انه مكاتفين عليها هنانا على العلبة هذه الكلمة راح اتركها تظهر على الشاشة الكلمة راح اتركها تظهر على الشاشة حتى تكون واضحة يعني هذا ما يسبب انسداد للمسام وبالتالي تظهر للحبوب من هالناحية ما راح يسد المسام وما راح يسبب حبوب فمن هالناحية كل الزين هذا طبعا هو الكمية اني نسيت اقول الشغلة انه هذا كمية خمسين منلي هذا الكمية مالتها خمسين منلي وهذا طبعا مصنوع صناعب فرنسا هذا الكمية مالتها ثلاثين منلي هذا كمية ثلاثين منلي وهذا بتركيا مصنوع هذا في فرنسي خمسين منلي فمن الناحية هميا كمية كل الزينة هذا البيبي كريم هميا جربتها نفس التجربة يعني خليتها بدون تثبيت على البشرة مجرد على الخدود وهذه الامور لاحظت انه هذا بقى على بشرتي فترة خمس ساعات يعني هذا بقى خمس ساعات على البشرة هذا بقى تقريبا ثمان ساعات فمن هالناحية هميا حلو اكيد مع التثبيت راح يكون ينطيني لونج لاستنج اكثر يعني اكثر فترة الثبات مع التثبيت بالباودر انا هذا عجبني وهذا هميا عجبني بس هذا الحقيقة مو لون يعني مو درجتي لانه شوية افتح من لون درجتي مع ذلك هو ينسجم على البشرة هذا اطوخ من لون بشرتي يعني يعني شوية صار عندي البيبي كريم مو نفس لون بشرتي بس هذا راح ينسجني بالصيف اكثر هو حلو يعني كبيبي كريم حلو هذا اليوم الريفيو عن انواع البيبي كريم اللي جربته اتمنى ان الريفيو يكون اليوم عجبكم وتستفادون منه وتحصلون منه معلومة مفيدة اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا بالقناة وتابعوني على مواقع التواصل الظهر على الشاشة لا تنسون تفعلون جرس الاشعارات تحياتي لكم وشكرا